الأزمة الإنسانية تستفحل في قطاع غزة مع انتشار الجوع والنقص الحاد في إمدادات الغذاء والمال لكن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يمتد إلى القطاع الطبي الذي يواجه خطر الانهيار ذلك أن أزمة صحية هائلة تهدد القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي بلا توقف وفي مواجهة ذلك بادرت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خطوة باتجاه توفير الدعم الطبي فقد تبنت الدول الأربع وثلاثون الأعضاء في المنظمة قرارا يدعو إلى إرسال مساعدات فورية للقطاع بدون عوائق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دق ناقوس الخطر قائلا إن النظام الصحي في غزة ينهار وأطلق تحذيرا من أن أثر الحرب على الصحة بات كارثيا كما أكد أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية مع تجمع السكان المدنيين أكثر في مناطق صغيرة ومكتظة في غزة ومع نقص المياه والطعام كل ذلك يخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لمساعدة شعب غزة تحذيرات المنظمة استندت إلى معطيات رصدتها على الأرض إذ سجل استمرار أربعة عشر مستشفى فقط في العمل حسب الإمكانات المتوفرة وذلك من أصل ستة وثلاثين منها اثنان فقط في شمال القطاع كما أن عدد الأسرة المتوفرة حاليا في المستشفيات يقدر فقط بألف وأربعمائة سرير من أصل ثلاثة آلاف وخمسمائة سرير ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهم السريرية مع نفاذ الامدادات وإيوائهما آلاف النازحين وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرافق للرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية تعرضت منذ السابع من أكتوبر الماضي لأكثر من أربعمائة وتسعة وأربعين هجوما ويبدو أن الوضع في القطاع يزداد تدهورا على جميع الأصعدة لتزداد حاجة سكان القطاع الماسة إلى مساعدات عاجلة ووقف للقتال قد يضمد جراح حرب قاسية